السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة Infotech4U معاكم مرواء سليمان وفيديو جديد فيديو إن شاء الله مفيد على قناتنا النهاردة جديد أتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي هندسة الأوامر أو الـ Structure الخاص بالأمر نفسه علشان تحصل على نتائج من شجبتي جيدة ومحددة وما تفشي بقى وسط نتائج كتيرة لازم تكون بتكتب أمر دقيق ومحدد وده بيتمثل في هندسة الأوامر أو الشغل على الـ Perfect Formula الخاصة بالـ Promit أو الأمر وعشان يكون الأمر في أحسن حال وأفضل حال وتحصل منه على نتائج دقيقة يعني مش نتائج وخلاص ما يبقاش كتابتنا على الشجبتي كتابة عشوائية النهاردة هتكلم عن حاجة أنا تعلمتها في الفترة الأخيرة لأني بستخدم شجبتي كتير فكنت بدور على إزاي أقدرنا أنا أكتب الأمر بشكل مظبوط وصح طبعا أنا النهاردة هتكلم عن الأمر باللغة الإنجليزية طبعا أنت ممكن بمنتهى البساطة تروح على جوجل ترانسليت وتكتب الأمر بتاعك بالعربي وهو يديك الأمر بالإنجليش وممكن تعمل اللي أنا بعمله ده بالعربي مفيش في أي مشكلة ولكن أنا يعني لقيت النتائج باللغة الإنجليزية بتكون دقيقة جدا ومحددة جدا طب نعمل إيه بقى؟ الأول أنا هروح أكتب الأمر علشان تتخيل كل جزء حتكلم عنه في الأمر أنا هنا حبتدي أتعامل مع شات جي بي تي كأنه منتور يعني إيه منتور؟ يعني شخص بيوجهني لحاجة معينة أنا عايزة أتعلم البرمجة عايزة بقى front-end developer وعايزة أقول لشات جي بي تي حطيلي الاستراتيجية الخاصة بالتعلم وبعض الناس هتقول لي انتش عرافك اللي بيدورك ده صحيح أنا نهاردة اخترت الأمر ده بالزيت لأن أنا دورت فيه من قبل ما روح لشات جي بي تي يعني اختبرت كده شات جي بي تي هل حيديني نتائج دقيقة متعلقة بالموضوع ده ولا لأ فبعض الأحيان بيكون الرودماب الخاصة بالتعلم بتختلف من شخص إلى آخر ولكن أنا هنا حستعين بي كمنتور وكخبير أنه هو يديني أفضل رودماب من وجهة نظره طبعا أمشي عليها أنا حروح هنا حط الأمر الأول ونتناقش في الأمر مع بعض هنا أنا بقوله إيه؟ هنا أنا بقوله You act as a mentor أنت mentor in the field of coding learning في مجال الكودين Providing tips and developing learning strategies بتقدم tips وبتقدم consultation بتقدم نصايح وبتقدم استشارات I want you to set a roadmap حط لي roadmap وlearning strategy استراتيجية تعلم for me as a person لشخص seeking to learn programming أو coding شخص بيسعى إلى تعلم الprogramming علشان يبقى أنه هو يبقى front end developer طيب Knowing that أنا بقوله خد بالك بقى شخصيتي أنا إيه؟ أنا over 40 years old I have a background in how to use a computer عندي خلفية عن استخدام الكمبيوتر I want to finish learning within a year عايزة أنهي عملية التعلم في سنة to become a professional عشان أبقى professional who can work in the front end field on projects عشان أشتغل في مجال الفرونت اند على مشاريع الانسر الجابة اللي انت حتدها لي must be organized time bound يعني تكون منظمة تكون time bound تقول لي من كذا لكذا هتعلم إيه ومن كذا لكذا هتعلم إيه and supported by an action plan وتكون مدعومة بخطة للعمل هنا الكلام ده انت ممكن تكتبه بالعربي وتحصل على الترجمة بالإنجليش وتطلب بعد كده من شجي بتي ترجمه لك مفيش مشكلة زي ما احنا شايفين هنا الأمر مقسم لأجزاء أهم حاجة في الأمر حاجتين حاجة اسمها context وال task context وال task يعني إيه يعني أنا مثلا لو أنا مثلا واحد لسه في البداية بتعلم programming أنا مبتدئ فأنا هنا قلت له إن أنا شخص في البداية هتعلم برمجة يبقى أنا لسه مبتدئ وال task إن أنت تديني strategy أمشي عليها في تعلم أو إن أنا أصبح front end إن أنا أديني strategy إن أنا أبقى front end developer في الآخر خالص أو professional في بقى حاجات تانية بتضيف قوة للأمر وهي إن أنا أقول له you act as a mentor فأنا بقول له أنت ال persona بتاعتك أو الشخصية بتاعتك أو personality بتاعتك دلوقتي بتديني الإجابة بناءا على إن أنت mentor في مجال coding learning فأنت المفترض بقى شخص professional بقى full stack developer مثلا و mentor في نفس الوقت بتقدر تدي توجيهات وبتدي إيه كمان قلت له أنت بتدي tips وبتدي بتدي في مجال ال coding هنا كمان أعطيته يعني إيه مثال فهنا هنا حطت له ال persona بتاعته ممكن كمان أديله مثال يعني أديني كذا هنا أنا حطيت ال persona بتاعته وقلت له مثال إن أنت بتعمل tips و developing learning strategies تدي كده ستراتيجيات و consultation والكلام ده كله وكلمته عن نفسي أنا كشخص اللي هو ال context بقى وقلت له أن أنا شخص مواصفاتي كذا وهنا طلبت منه إن الفورمات بتاعت ال answer بتاعتي تكون محددة بوقت معين وتكون supported بال action plan وتكون organized ده الفورمات بتاعته ممكن كمان أقول التون ويكون formal بس هنا التون مش كل مكونات الأمر ممكن أكتبها في أمر واحد لو أنت مثلا عايز منه ويكتب لك email informal tone فممكن تقوله اديني email formal tone مثلا أنت مثلا product manager أو marketing manager whatever وممكن أقوله تخيل نفسك كذا وحتكتب email عن كذا وتخلي email formal خلي email casual فهنا التون بتاع email بتاعي فهنا على حسب الأمر أنت طالب منه إيه بالضبط طالب منه أنت تكتب email أو يكتب لك email فأنت تخيل نفسك كذا الشخص اللي هيكتب email وأنا عايز أكتب email عن كذا وهنا اكتب لي التون يكون formal تون وتدينه شوية تفاصيل عن الحاجة اللي أنت بتكتب عن أوكي فهنا أنت هتستخدم الأمر في خلاص كده أنا كتبت الأمر بقى بتاعي وزبط كل حاجة هبتدي أن أنا أقول go أو send message واستنى شاة GPT يديني الإجابة اللي هتكون بالمواصفات اللي أنا طلبتها هنا هو أعطاني الإجابة زي ما إحنا شايفين بدأ يديني الموضوع محدد بإيه محدد بتايم بوقت فبيقولي من month من 1 إلى 2 foundations هتتعلمي HTML والCSS ودول الbackpoint of web development وبعد كده create simple static web pages to practice your skills هتبتدي تعملي simple static web pages علشان تعملي practicing على الحاجات اللي تعلمتها من HTML والCSS ده أول حاجة خالص فأول شهرين فدول أول حاجة هروح ليهم كده على طول أتعلمهم طب شهر الثالث والشهر الرابع بقى شهر الثالث والرابع خلاص أنا اتعلمت CSS وHTML وعملت static web pages وكل اللي أنا اتعلمته طبقته فيها الشهر الثالث والرابع intermediate front end technologies ده هتعلم فيها script هفوكس على أو أركز على fundamentals أو الأساسيات هفهم حاجة اسمها variables data types loops functions دول مهمين practice by building small interactive projects هبتدي أن أنا بعد ما أتعلم الكلام ده هعمل practicing على small interactive projects اللي هو الweb site في الحالة دي بعد كده في نفس المونس اللي هو 3-4 responsive design learn about responsive web design using css media queries هبتدي تعلم موضوع الqueries وأتأكد الproject بتاعي mobile friendly عشان أنت بس يعني مش بس بتشتغل على الweb site لازم يكون أيضا على الموبايل وانت بتفتحه يكون ماشي مع الموبايل أو mobile friendly ده بالنسبة لي شهر التالت والرابع طب الخمس والسادس frameworks and deliberators المكتبات بقى الput strap اختار واحدة choose one يعني بصوا هنا كان محدد جدا وفي الاخر create dynamic application using choosing framework اللي انت اخترتها هتختار framework react او angler او على حسب اختار واحدة من دول واشتغل بيها المنص من 7 إلى 8 advanced topics advanced javascript هتتخش بقى اكتر في javascript وهنا هيقول لك تعمل ايه و هتبتدي انت تbuild tools and package managers وبيقول لك learn about a tools like a بالضبط هنا بعد كده هتبتدي شهر 9 و10 testing and debugging اوكي عملية اكتشاف errors والtasting وهنا هيقول لك ده ايه وده ايه هتعمل في testing ايه وحتعمل ايه في debugging وبقى شهر 11 و12 ده portfolio and real world projects هنا بيقول personal portfolio تحط في projects اللي انت اشتغلت عليها وmake it visually وcontribute to open source start to open source projects بقى تروح كده الopen source project وفي الاخر خالص بقى هيقول لك انت خلال السنة دي لازم تكون updated لكل حاجة networking حاول انت تخش على ال online forums او المنتديات او الwebinars اللي بيكون فيها developers او community زي stack overflow على سبيل المثال action plan اه هتعمل ايه بقى action plan او action plan daily practice بيقول لك هنا من ساعة لساعتين hours استخدم online platform زي code academy free code cam جدا انت تشتغل على read projects feedback loop هنا seek feedback from the community يعني اطلب منهم يقول لك feedback بتاعهم عن الكود بتاعك او على الشغل بتاعك بس celebrate milestone ده في الاخر سيحتفل بقى انت خلاص خلصت في السنة الحاجة اللي انت عايز لي لان اطلبت منه في سنة يحط لي strategy and action plan اللي انا حمشي عليه ده بالنسبة لل perfect formula الخاصة بالامر واتمنى انتو تكونوا استفدتوا زي ما انا استفدت من هذه الجزئية لما عرفتها اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله على قناة info tech for you وزي ما بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنت من متابعينا الاعزاء من تنساش لايك وشير ولكومنت حاول تشاير الفيديو مع المهتمين باللي احنا بنقدمه ده بيساعدنا نحن نقدم كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة